هذا وادانت منظمة التعاون الإسلامي إغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة صلاتي الجمعة فيه لأول مرة منذ العام 1969 وحذر الأمين العام للمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين من محاولات الاحتلال الإسرائيلية لفرض وقائعة جديدة داخل الحرم القدسي الشريف وطالب العثيمين المجتمع الدولي بالتحرك فورا لردع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وقف انتهاكات إسرائيل العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته